موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نرشتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح لدارة غتام الزور يوم أمس بدبي تطوير القطاع الرقمي يشكل بفضل رؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد سادس محرك ناساسيا للنمو السوسي اقتصادي بالمغرب وضفت سيدة مزور على همش مشاركتها في فعاليات معرض جي تيكس جلوبال 2023 في نسختها الثالثة والأربعين أن الحكومة تحرص بشكل تام على تنزيل الرؤية الملكية في مجال تسريغ تحول الرقمي والعمل على استفادة المملكة المغربية من الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع وقالت سيدة مزور أنها استعرضت خلال هذا الملتقى الذي يعرف مشاركة 180 ألف مسؤول تنفيذي من 180 دولة قدرات وإمكانيات المغرب في مجال الرقم بما يطيح جلب استثمارات جديدة لهذا القطاع في خبر آخر بحث سفر المغرب بسنغال حسن النصري الاثنين بذكره مع وزير السياحة وترفيه السنغالية سبولات عزيزية تعاون بين البلدين في مجالي السياحة وترفيه وأعرب الوزير السنغالي بهذه المناسبة عن موافقته المبدئية على المشاركة في منتدى السياحة المتوسطية الذي سينظم من 24 إلى 26 من أكتوبر الجاري بفسح وأضاف أن الجانب السنغالي يرغب في أن يقترم هذه المناسبة ليقدم للمشاركين في هذا الحدث فرص لاستثمار السياحي مفقا لخطة السنغال الناشئة ننتقل إلى تايلاند حيث شرك وفد من المجلس الأعلى للحسابات برئاستي سيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس في اجتماع الأجهزة العلية للرقابة المالية والمحاسبة ذات الاختصاصات القضائية والذي انعقد ببانكوك يومي السادس عشر والسبع عشر من أكتوبر الجاري في موضوع مساهمة الأجهزة العلية للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الغش والفساد وأشددت السيدة العدوي بهذا المناسبة على ضرورة قيام هذه الأجهزة بإجراء نقاش جماعي وتشاركي عميق حول مستقبل النموذج القضائي للرقابة على المالية العمومية وآثاره على حياة المواطنين كما أكدت على حاجة تلك الأجهزة الملحة إلى توفر على إطار راق ودائم ودامج يتوفر على الوسائل والقدرات اللازمة لتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات تبدل المعرفة والممارسات الجيدة وبناء القدرات دولياً وصلت أسعار خامي برينت لـ 93 دولاراً للبرميل اليوم حيث زادت العقود الأجلة لخامي برينت بـ 2.54 سنة إلى 2.94 دولاراً للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة لخامي غربي تكساس الوسيط الأمريكي بـ 2.54 سنة إلى 89 دولاراً للبرميل هذا وصعد الخمان بأكثر من 3 دولارات ليلامسه على مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة وفيما يخص أسعار ذهب ارتفعت هذه الأخيرة 1% اليوم حيث زاد البعض الأسفر في المعاملات الفورية إلى 1.941 دولار وخمسين سنة للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ العشرين من شتنبر كما قفزت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1.955 دولاراً وستين سنة هذا وارتفع تسعر الذهب نحو 100 دولار منذ بداية التصعيد في الشرق الأوسط على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتي صدرت في الآونات الأخيرة والتي عززت تريانات على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول نكتفي بعد القدر مشاهدين الكرام نلتقي بعد قليل في موجزاً لأهم الأنباء في أمان الله